حياكم الله من جميع متابعي قناة بغداد الجديدة الفيديو لهذا اليوم هو عبارة عن سؤال في أمن المعلومات الغرض من هذا الفيديو انعلمك ايش هي المشاكل اللي تكون اول ممكن تكون حاليا موجودة في موقعك واللي ممكن الهكرز يستخدمونها لسرقة البيانات من مستخدمين موقعك يعني يسرقون البيانات ايش من المستخدمين موقعك وما هي أدة الطرق المحتملة لحل هذه المشكلة اللي راح نشوف مختلف الأعضاء كيف يحلون هذه المشكلة ايش هي المشكلة المشكلة هي عبارة عن cross-site scripting ايش فكرتك cross-site scripting هاي مشكلة مشهورة جدا من من نصنع الويب لحد الان ايش فكرتك cross-site scripting انتل واجينا على الكلانت والسيرفر ايش هو احنا لما نطلب موقع ويب على سبيل المثال نطلب هذا الموقع ايش راح نصير احنا ندستلب للسيرفر وسيرفر يدزلنا المحتوى السيرفر ما عنده اي كنترول بالمحتوى اليمنى ممكن احنا نتلاعب به مو؟ ياس فهنا يجي مبدأ البيشنج البيشنج ايش هو الهكرز ايش يسوون يسوون عبارة عن inject java script داخل الموقع الخاص بنا باستخدام cross-site scripting وينطونا روابط مختصرة ويستخدمون هذا الروابط يسرقة معلوماتنا يعني كيف تخيل لو احنا عدة فيسبوك ففيسبوك يطلب من عندي يوزر نيم و باسورد لو كان الفيسبوك بمشكلة cross-site scripting ممكن الهكرز يمرون مجموعة معلومات هنا بالرابط وعسى بالمثال عبارة عن script ينفذونها داخل الموقع راح نشوف احنا كيف ينفذها ولما يجي الشخص يدزلنا الرابط الهكر فيدزلنا الرابط وتسمى هاي المشكلة يدزلنا رابط مجرد احنا يجي ندخل احنا نشوف الموقع موقع فيسبوك اي شي تي بي اس فيسبوك دوت كوم ما يكون اي مشكلة احنا ما نركز بالتفاصيل اللي بعد الموقع نجي ندخل الايميل وندخل الباسورد ويش نعرف ورا ما ندخلنا الايميل والباسورد نضغط لوغن ما راح يدخلنا ما راح ينقلنا للفيسبوك لانه اكو بيشنك بالموضوع اكو سموا ننجيك جافا سكريبت بالويب راح يسرق المعلومات يوديها للهكر هاي المشكلة تسمى cross-site scripting وعملية العملية تسمى بيشنك يعني الناس سيب بيشنك يمكن كثيرا تستخدمها فلا تفهم فكرة البيشنك كيف تحدث خليشوف مشكلة بهذا الموقع الويب هو عبارة عن موقع بسيط صفحة تأخذ معرفة بها جافا سكريبت معرفة بها متغير اسمه user id والuser id هو عبارة عن متغير ينقري ايش من كود من كود php كلمة get user id يعني نقرأ user id من ال input ونطبعها بالدوكمنت كود بسيط جدا يعني وجدت انافذة كل يرح اعمل هنا استدعي الصفحة hack.php ادخل الuser id واسمي على سلميثال laya اوكي انتر رح يطبع لي كلمة laya ولو جينا على سلميثال هنا على الصفحة جينا سوينالها view page source رح نشوف السورس هو صحيح user id نفس الكود هذا مصحيح نفسه user id اي كلمة اندخلت فالكلمة اللي دخلت هنا هي laya والdocument print document ونشوف هو طبع عنا document فالأفضل نسوي له inspect حتى نشوف المشكودي هنا بالحذر هذا هو لو جينا يدخل jana نفس الشي فقط بدل اسم ب jana طبعا تخيل انه الhackers ما يعرف هذا الكود وما عنده اي وصول اليه فقط يستخدم inspect حتى يقرأ المعلومات يجي يكتب الحكر هنا حسين يشوف انه هو كل اللي جاي يتغير بس الاسم اللي هنا يتغير وهذه تبقى نفسها فالكلم رح يقول لك اوكي خلا فكر لو دخلت حسين وبعدها هذا وبعدها فارزة منقوطة ايش رح حصل رح يقول لك semi column فارزة منقوطة اوكي ادخل enter رح يشوف انه هو الhacker قدر ينهي الجملة ب semi column فارزة منقوطة يريد يهمل هذا الجزء يحط هاي العلامتين مو صحيح هاي العلامتين حتى ينهي الجزء البعدة فهذا الجزء رح ينهمل وانطبع نفس الشي ماكو اي مشكلة طبعا حسين نفس الشي لو رح يدخل معلومات اخرى الhacker رح يقول لك alert حين يستطيع نفذ alert يضغط enter alert 1 ودي لي على ان الشخص ايش عمل دخل حسين مصحيح سوى semi column نزل بعد كلمة alert المفروض يضع فارزة منقوطة بعض ال alert انظر نفذ alert دخل موقعي وبعد ما نفذ alert نزل هاي الخطين حتى يهمل الجزء اللي بعد لانه وما نزلته رح يبقى ذاكي يعتبر كجزء من الصفحة وما يتنفذ اي كود لانه هذا بعد جزء يعتبر javascript error شوفه javascript error هناك موجود invalid token فنهمل الجزء المتبقي من اللين باستخدام comment فننسي comment لسو متبقي اللين فلو شوف ان الشخص ممكن ينفذ اي شيء اخر عسي المثال مو فقط alert ممكن يطبع بعد مثلا ايش كاتب مو كاتب document.write يكتب document.write document.write ويجي طبع اللي يعجبة داخل الصفحة عسي المثال hello جو رجعنا ونضغط enter hop 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 خلنشوف خلنشوف ايش document.alert ونسخ العدل وزاري عندي مشكلة منسخ هذا بدا الكلمة alert هذي منزلها هذي الجملة منقول لها hello from hacker خلنا نشوف نقدر منزل هذا الجملة باللين نزلنا hello from hacker لو شوف الكود انه اول شي اخلي الاسم انه تكتبه جافا سيكريبت هلو فروم هاكر ومالذلك طبعا مثل ما الهاكر قدر يكتب هذي الجملة ينفذها قدر يكتب الات ينفذها ممكن بكل بساطة يعرف متغير ياخذ عسي المثال يعرف متغير بسيط بصورة image ويعرف عطيها url وياخذ اي معلومات انت داخلها بالإمبوت فيلد عسي المثال نفرض اكو إمبوت فيلد هنا يقولك ويسوي لهم send المن يسوي لهم send لي الموقع الخاص به وانت تشوف الرابط هذا اوكي انا داخل على رابط صفحة حسين الربيعي لكن انت ما تعرف ان الشخص سوى inject java secret في النهاية وصرق المعلومات الا السؤال اني راح نطحقك يا لهذا اليوم كيف تتحل هذه المشكلة وما هي عدة طرق المحتملة لحلك لهذه المشكلة وتمنع الناس من يقومون بعمل inject للjava script هناك انهينا هذا الفيديو اتمنى تكون الدرس يفيدك في ناحية السيكوريتي واتمنى يشوف مختلف الاراء الخاصة بكم الحل هذه المشكلة اسفل هذا الفيديو شكرا لكم وفي امان الله